أهلاً وسهلاً بأحلى متابعين النهاردة جايب لكم طريقات سهلة وسريعة جداً لعمل معجنات محشية مش هتاخد معاك وقت كتير خصوصاً لو عندك كمية عجين كبيرة ممكن تعتمدي على الطريقة دي وتوفري وقت كتير فرصة كويسة لتجربوا حاجة جديدة في المطبخ وتستمتعوا بنتيجة رائعة ومتنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو علشان نستمروا في تقديم المزيد من الوصفات المميزة في إناء نضيف كوب حليب سائل وكوب ماء ونصف كوب زيت وبعد كده نضيف ملعقة كبيرة سكر وملعقتين كبيرة خميرة وملعقة كبيرة خل بعدين نضيف اتنين كؤوس طحين ونحرك المكونات كويس علشان تتجانس بعدين بنتركها ترتاح لمدة نصف ساعة وبعد كده هنضيف تلاتة كؤوس طحين وملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة بيكينج بودر ونخلط المكونات ونعجنها علشان تبقى عندنا عجينة متماسكة بعدين نتركها تختمر لمدة لتقل عن ساعة لما تبقى العجينة جاهزة نقسمها لأجزاء صغيرة علشان يسهل علينا نشكل الأشكال ببساطة جميع مكونات الوصفة بتلقونها تحت الفيديو بالعربي، الإنجليزي والفرنسي لا تنسون الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك علشان نوصل معكم الشكل الأول في البداية نقوم بفرد العجينة إلى كويرات بعدما فردنا العجينة نأخذ ملعقة صوصة طماطم وننزلها في النص الأسفل زي ما تشوفون بعدين نضيف شوية دجاج فلفل أحمر وأخضر زيتون وجبن مبشور نغلق النصف الثاني من العجينة ونلف في الجوانب بعدما نخلص كل العجينة نسقبها بشوكة عشان ما تنتفخ بعدين ندهن وجه العجينة بصوص الطماطم وننزل عليها شوية جبن مبشور وممكن نزينها بفلفل أحمر وأخضر بيطلع شكلها جميل ورائع وما في مثلها الشكل الثاني نبدأ بالحلقة الثانية نحضر الحشوة الحشوة تبقى اختيارية سأستخدم حشوة الدجاج مع صلصة الطماطم والبصل والثوم نفرد العجينة ونعمل كويرات صغيرة نضع ملعقة أو ملعقتين من الحشوة في النصف ونضيف قطع جبن موزاريلا نغلق الخبزات الصغيرة ونضعها في صينية الفرن نقوم بجرحيها بسكينة عشان تطلع بالشكل المطلوب لضمان نجاح المعجنات أول شيء تأكد من استخدام مكونات طازجة وذات جودة عالية ثاني شيء حطي العجينة ترتاح بعد العجن عشان تطلع هشة وخفيفة ثالث شيء لا تكثرين من دقيق خلي العجينة طرية شوي رابع شيء استخدمي ماء دافيء للعجن موحار ولا بارد خامس شيء خلط المكونات زين وبدون استعجال عشان تتجانس سادس شيء سخني الفرن قبل ما تدخلين المعجنات فيه وآخر شيء تابعي وقت الخبز بحضر عشان ما تنشف المعجنات أو تحترق وبكذا بتضمنين معجنات شهية وناجحة كل مرة الشكل الثالث نفرد العجينة بشكل مستطيل طولي بعدين نحط صوس طماطم أو كاتشب أو أي صوس ثاني تحبونه بشكل طولي هنا أنا استخدمت الحشوة مع الجبن في النص بعدين نفرد جوانب العجينة من فوق وتحت وبمساعدة سكين نقطع العجينة إلى قطع مستطيلة نرصها في صينية فرن وندهنها بصفار البيض ونرش عليها شوي سمسم ندخلها الفرن على درجة 180 درجة لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى ثلث ساعة أتمنى تكون الوصفات عجبتكم وإذا عندكم أي استفسار لا تنسون تكتبونه في التعليقات راح أحاول أجاوب على كل الأسئلة ولا تنسون تشاركون الفيديو ودعمنا بلايك عشان نستمر معكم شهية طيبة وشكرا على مشاهدتكم وأراكم غدا شكرا على المشاهدة